السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد اعتبر سعيد أمزازي وزير تربية الوطنية وتكوي المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة في المغرب وأشار الوزير سعيد أمزازي إلى أنه منذ بداية توظيف عن طريق ما كان يسمى بالتعاقد في سنة 2016 تم إحداث خلال دخول مدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه من أوجوج ألف منصب وأضاف سعيد أمزازي خلال تقديم ميزانية وزارته بمجلس النواب والتي سمرت لأزيد من 8 ساعات أمس الثلاثة أنه بفضل وطيرة توظيف هاته التي بدلتها الحكومة لم يعود اليوم الشباب كدور في المقايي الحمد لله كل شيء توظف وزاد أن حتى ظاهرة احتجاج تنصيقيات المعطالين أمام مؤسسة البرلمان لم تعد موجودة وشدد الوزير على أن قطع التعليم اليوم يحظى بالأولوية بفضل توجيهات الملكية مشيرا إلى أن ميزانية قطع التعليم تشكل اليوم 22% من إجمالي ميزانية الدولة لكن على الرغم من ذلك تستمر الإكراهات المالية سنويا وأرضف أمزازي أن ميزانية قطعية انتقلت من 840 مليار درام سنة 2012 إلى 72 مليار درام في ميزانية 2021 معتبرا ذلك بمثابة قفزة نوعية مضيفا أن كلفة تلميذ في سنة 2017 كانت تساوي 8400 درام وانتقلت إلى 9211 درام في 2019 بالعالم القراوي بينما في العالم الحضاري كانت تساوي 837 دراما في 2017 اللي تصبح 7850 درام في 2019 إذن هذا هو أهم ما جاء في فيديو ديالنا ديال اليوم فإلى عجبك ما تنساش الدلي جيم كذلك تخلينا شي تعليق تحفيزي وإلا اكتئول اخطرات تتابع القناة ديال يوسف ديك برو ما تنساش أنك تشارك في القناة كذلك تفعل زي الجرس بشتوصل بجديد الفيديوات ديالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته